اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح يذكر ابن سيرين عن تفسير الحمل في الحلم انه يدل حمل المرأة في الحلم على زيادة المال والرزق ومن رأى ان امرأته حامل فانه يرجو خيرا من عرض الدنيا ومن رأى ان حيوان حامل فهو خير ومنفع خصوصا اذا كان نوعه محبوبا اما من رأى في منامه مولودا ذكرا فهو دليل على قرب زواجه وان كان متزوج فهو دلال على عز ورفع ينالها في الحياة والله اعلم والحمل في المنام لغير المتزوج به بشرى لها بقرب زواجها وسماع اخبار سارة تسعدها وتحقق من خلالها حلم الاموم الجميل وان كانت تمر بمشاكل عليها ان تتحملها بصبر وسعة صدر حتى تنتهي باذن الله وفي اراء اخرى ان من رأى في المنام ان زوجته ولدت ذكرا فانه ينال رزقا وان رأت الحامل انها ولدت ولدا ذكرا فانها تضع انثى والعكس بالعكس والبنت فرج في التأويل والابنهم والولادة راحة من بعد تعب لان من تلد تشعر بالراحة بعد تعب الحمل وتعب المخ يدل على ان زوجك لا بد من ان يعمل عمل من اعمال البر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذن من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك والله اعلم انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات